موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من السيديوهات قناة سهيل الفضائية نبدأها بالعناوين اليمن ترحب بالبيان السعودي الأمريكي المشترك وتؤكد دعمها لأي إجراءات تردع التدخلات الإيرانية موسيقى تقرير رسمي يؤكد تضرر أكثر من 13 ألف أسر نازحة في مأرب جراء سيون الأمطار موسيقى أستهل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم رحبت حكومة الكفاءات السياسية بالبيان المشترك للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية الصادر في ختام اللقاءات والمباحثات الرفيعة التي جمعت قيادات البلدين يوم أمس وشادت الحكومة بالموقف الثابت للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وحرصهما على إحلال السلام والاستقرار في اليمن وشدد على أهمية إلزام الميليشي الحوثية بتنفيذ بنود الهدنة القائمة وأشارت الحكومة في بيان إلى أنها تتشارك مع الرئيس بايدن التقدير الكبير لدور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجهدهما المستمرة من أجل إحلال السلام في اليمن وثمنت الحكومة عاليا تأكيد البلدين دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والتنويه بدوره والتزامه بالهدنة والخطوات التي أسهمت في تحسين حياة اليمنيين في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك تسهيل استيراد الوقود واستيناف الرحلات الجوية من صنعاء وأكدت الحكومة دعمها لأي إجراءات من شأنها ردع التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني وزعزعة أمن الملاحة الدولية وكانت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أكدت في بيان مشترك على ضرورة ردع تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية ودعمها للإرهاب من خلال المجموعات الإرهابية المسلحة التابعة لها وشدد البيان على أهمية منع إيران من الحصول على سلاح نووي وضمان الحفاظ على حرية حركة التجارة عبر الممرات البحرية الدولية الاستراتيجية ولسيما باب المندب ومضيق هرمز وأكد الجانبان دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي اليمني معبرين عن شكرهما للمجلس على التزامه بالهدنة والخطوات التي أسهمت في تحسين حياة اليمنيين في جميع أنحاء البلاد ورحبت الرياض وأشنطن بقوة المهام المشتركة 153 المنشأة حديثا للتركيز على أمن مضيق باب المندب في البحر الأحمر وزيادة ردع التهريب غير الشرعي إلى اليمن كما رحب الجانبان بتولي السعودية قيادة قوة المهام المشتركة 150 التي تعزز أهداف الأمن الملاحي المشترك في خليج عمان وفقا للبيان المشترك وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في كلمة يوم أمس بجدة بعد أن أجرى مباحثات مهمة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أوضح بايدن أن السعودية ساهمت في تثبيت ودعم الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن وأكد اتفاق الجانبين على تعزيز الهدنة وتمديدها وأشار الرئيس الأمريكي لأنه بحث مع القيادة السعودية الاحتياجات الأمنية والعسكرية لمواجهة التهديدات وأعلن بايدن أن قوات حفظ السلام الدولية بما فيها القوات الأمريكية ستغادر جزيرة تيران في البحر الأحمر حيث كانت منذ أكثر من أربعين عاما مما سيساهم في تطوير هذه المنطقة للاستثمارات والسياحة تؤمل اليمن قيادة وشعبا في أن تفضي القمة الأمريكية العربية المرتقبة في السعودية إلى تغيير إيجابي وملموس في موقف إدارة بايدن من ميليشي الحوث الإرهابية الإيرانية الوالغ في زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتهديد ممرات الملاحة الدولية وخطوط إمدادات الطاقة العالمية ومنابع إنتاجها في المملكة العربية السعودية الشقيقة من المقرر وأفق لتصريحات البيت الأبيض أن تكون اليمن ملفا محوريا على طاولة قمة عربية أمريكية وشيكة بالعاصمة السعودية الرياض والملف اليمني على أبرز إشكالات مرحلة تكدر الصفو بين واشنطن والرياض منذ أن دشن جو بايدن فترته الرئاسية بقرار شطب ميليشي الحوث من لائحة التصنيف الأمريكي للإرهابيين الخارجيين الأمر الذي انسحب سلبا على مساعي السلام الدولية باليمن حيث أفسح الموقف الأمريكي مجال التصعيد والعدوان العسكري إلى أقصى حد من العنف الحوثي المسلح والقصف الباليستي للمدنيين والعيان المدنية على محافظات يمنية ومناطق سعودية حدودية وصولا إلى استهداف منابع الطاقة العالمية والعاصمة الإماراتية أبوظبي في الوقت نفسه تدفقت شحنات من أطنان الأسلحة الإيرانية المتطورة والمهربة إلى الميليشي الحوثية بعد تخفيض واشنطن لقوات الحماية البحرية في مياه اليمن الدولية التي انفتحت على مسارب آمنة لحركة التهريب الإيراني في أنشط مرحلة من مراحله وعلى مسار جهود السلام الدولية ومساعي المبعوثين الأممي والأمريكي ارتطمت كل المبادرات بموقف حوثي أكثر تصلبا مما كان عليه قبر قرار بايدن برفع الميليشيا من لائحة التصنيف الأمريكي للإرهاب قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإيراني إن حصار ميليشيا الحوثي الإرهابية لمحافظة تعز وتحويلها إلى ورقة سياسية للتفاوض والمساومات السياسية جريمة حرب وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية أوضح الإيراني أن تعنت وتلاعب الميليشيا الحوثية بملف إنهاء الحصار عن محافظة تعز منذ سريان الهدنة يكشف مدى حقدها على المحافظة ويمثل وتمثل واحدة من أبشع انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية وأكد الإيراني أن إنهاء الحصار لتعز أولوية إنسانية ملحة ينبغي العمل على تحقيقها دون أي تأخير وملحقة المسؤولين عن الحصار من قيادات الميليشيا في المحاكم الدولية باعتبارها جريمة حرب مكتملة الأركان قال رئيس الفريق الحكومي في مفاوضات فتح الطرق إن ميليشيا الحوثي تتعاطى مع ملف الطرقات وفتحها من منظور سياسي عسكري عقابي ولذا تذهب إلى طرق ترابية فرعية وعرة لا تلبي احتياجات الناس في تعز أو تخفف من معاناتهم وأضاف شيبان نحن نتكلم عن طريق إنساني يختصر مسافة الوصول إلى المدينة من خمس دقائق والحوثي يتكلم عن طريق طويل يستغرق الساعات وذي أبعاد عسكرية وأعلن شيبان استعداد الفريق الحكومي في مفاوضات فتح الطرق لتشكيل لجان فنية للتهيئة واستقبال المواطنين وتسهيل مرورهم بالاتجاهين في جميع الطرق المقترحة من قبل المبعوث الأممي في تعز ودعا شيبان ميليشيا الحوثي إلى فتح طرق رئيسية وتزمين بقية الطرق للمرحلة الثانية وطالب شيبان مجلس الأمن الدولي بممارسة الضغوط الكافية والمستمرة على ميليشيا الحوثي لفك الحصار عن تعز قال مدير الاتحاد الدولي لمنظمات الصليب الأحمر والهلال الأحمر حسام الشرقاوي إن الهدنة الأممية في اليمن لم تحسن الظروف الإنسانية في البلاد أوضح الشرقاوي في مقابلة مع وكالة أسوشيت بريس أن الوضع كان كارثيا في اليمن قبل حرب أوكرانيا والآن أصبح أسوأ بمئة مرة فالأطفال يعانون ويموتون من الجوع وأشار الشرقاوي إلى أن الظروف الأسوأ من الكارثة في اليمن تتطلب من منظمته زيادة الجهود في عملها الإنساني وقال للأسف لم يتحسن الوضع في اليمن منذ الهدنة وقد باتت المياه الملوثة مشكلة رئيسية في الأسابيع الأخيرة أكد المرصد اليمني للألغام مقتلى ضابط في القوات الحكومية جراء انفجار لغم حوثي بمحافظة حجة وأوضح المرصد اليمني للألغام أن الضابط قتل بلغم زرعة ميليشي الحوثي في قرية الشبكة بمديرية عبس في محافظة حجة وكانت المفوضية الأوروبية الأكدت في وقت سابق من الأسبوع الماضي مقتلى ثمانية وستين مدنيا بينهم واحد وعشرين طفلا خلال شهر يونيو المنصر نتيجة انفجار الألغام والقذائف الحوثية شيع في مدينة مأرب جثمان الشهيد العقيد مانع علي سالم المكردي أحد ضباط اللواء مئة وسبعة عشر مشاه الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في جبهات القتال جنوبي مأرب وخلال مراسم التشهيع أشهد قائد محور البيضاء قائد اللواء مئة وسبعة عشر مشاه العميد أحمد حسين النقح بمناقب الشهيد وأدواره البطولية مستعرضا أدوار الشهيد القائد مانع المكردي وأدواره البطولية أثناء قيادته لقطاعات اللواء مئة وسبعة عشر في أكثر من جبهة ضد ميليشيا إيران الحوثية الإرهابية وقال العميد النقح أن الشهادة وسام شرف طالما كان يتمناها الشهيد ويسعى إليها من جبهة إلى أخرى ومن موقع إلى آخر حتى نال ما تمناه مشيرا إلى أن كل من عرفه يعرف أن ما كان لمثله أن يموت إلا شهيدا في مواقع البطولة والفداء وأكد العميد النقح أن هذه التضحيات التي يقدمها أبطال الجيش الوطني والمقاومة وأحرار اليمن من أجل الحرية والكرامة تزيدنا إصرارا وعزيمة على المضي قدما على درب الشهداء حتى تحرير كل شبر من تراب الوطن وشيرا إلى أن مأربة ستظل شامخة عصية في وجه ميليشيا الكهنوت الحوثية أكد تقرير رسمي تضرر أكثر من ثلاثة عشر ألف وخمسمائة أسرة نازحة جراء الأمطار والسيور والعواصف الرعدية التي تشهدها محافظة مأرب منذ مساء الأربعاء الماضي أوضح التقرير الصادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب تضرر ألفين وخمسمائة وسبعة وسبعين أسرة نازحة بشكل كلي وتضرر أكثر من ألف وتسعمائة أسرة تضررا جزئيا وأشار التقرير إلى أن الأسرة المتضررة توزعت على مئة وسبعة وتسعين مخيما وتجمعا سكانيا في مديريات المدينة ومأرب الوادي ورغواها وحريب وتوقع التقرير زيادة أعداد المتضررين مع استمرار فرق الرصد الميداني في عملها وفي سياق الاستجابة الإنسانية العاجلة وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب مساعدات غذائية وإيوائية طارئة على النازحين المتضررين من السيول شملت مئتي خيمة ومئتي حقيبة إيوائية كما شملت المساعدات المقدمة من مركز الملك سلمان ألفا وخمسمائة سلة غذائية للأسر المتضررة في مديريتين المدينة مأرب والوادي وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة وجه مساء الخميس اللجنة الفرعية للإغاثة بمحافظة مأرب والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بسرعة تنفيذ التدخلات العاجلة لمواجهة مخاطر السيول التي اجتاحت عددا من مخيمات النازحين بمحافظة مأرب وإغاثة المتضررين إجابة الاندال وحدة التنفيذية للمخيمات النازحين في محافظة مأرب سيقوم مركز الملك سلمان بالتدخل العاجل والطارع عن طريق ائتلاف الخير شريكها المنفذ بتوزيع 1200 سلة غذائية و200 حقيبة إيوائية و200 خيمة في مخيمات النزوح التي تعرضت لأشد الأضرار مخيم المنين القبلي ومخيم مصنع عذبان ومخيم مفرق السد ومخيم حاجبة وآل مسلل إن شاء الله سيكون تدخل في هذه المخيمات كامل بإذنه غادرت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم فئة الشباب مساء أمس إلى مدينة أبهى السعودية للمشاركة في منافسات بطولة كأس العرب ويلعب منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الثاني التي تضم كل من الإمارات والأردن ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني أولى مبارياته أمام المنتخب الأردنية ومالسبت الموافق الثالث والعشرين من الشهر الجاري في البداية نتوجه بلمارب والسلطة المحلية مكتب الشباب والرياضة بقيادة الأستاذ علي حشوان الذين استضافوا منتخب الشباب الذي استمر لمدة شهرين يعني عاجزين عن شكرهم لما لقيناه من ترحي وما لقيناه من حسن الضيافة فالحمد لله أكملنا معسكرنا وإن شاء الله معسكر ناجح بإذن الله وإن شاء الله نعيد الجماهير نعيد كل الجماهير اليمنية بإذن الله والرياضية إن شاء الله سنقدم نتائج طيبة إن شاء الله وندعوهم لمؤازلة المنتخب وشكرا لكم نشكر محافظ محافظة مارب على استضافة المنتخب الوطني للشباب وعلى كرم الاستضافة وإن شاء الله نحقق في هذا المنتخب ونوعد إن شاء الله الجمهور اليمني إنه يقدم منتخب الشباب المشاركة المشرفة ونعدهم إن شاء الله أنه نرجع ونقدم مشاركة بإذن الله عاشت منطقة دبع بمديرية الشمايتين يوما بهيجا بمناسبة استكمال مئة واثنين وعشرين طالبا وطالبا لحفظ القرآن الكريم بعد قضائهم أوقاتا خالدة في رحاب كتاب الله حفظا وتأملا المزيد في سياق التقرير التالي تكاد تطير فرحا بعد إكمالها حفظ القرآن الكريم وفاء محمد فارع الدبعي آهبة لحفل تكريم أكبر دفعة بمؤسسة الرسالة للتعليم والتنمية الاجتماعية بمنطقة دبع مديرية الشمايتين فوفاء محمد واحدة من مئة واثنان وعشرون حافظا محافظة الفرحة الشعور لا يوصف فقد كنت أتمنى كثير من الدراسات ولكن وقدت أن بعد وفقني الله لحفظ كتابه وقدت أنه خير الدنيا والآخرة وأتلي كمان فرحانين وكلنا نحن واستمريت أربع سنين في حفظ القرآن بينما كنت أدرس في مدرسة الأساسية من الصفة التاسع إلى أن وصلت للثالث الثانوي وكملت وفقني الله لحفظ القرآن الكريم في الصفة الثالث الثانوي وخرجت من المدرسة الأساسية ومن ختم القرآن الكريم بحمد الله وتوفيقه احتفلنا صباح هذا اليوم في الحفلة التكريمية التاسع الذي تقيمه المؤسسة الرسالة بين الحين والآخر لتكريم حفاظ حافظات كتاب الله طبعا مهرقان اليوم كان لتكريم 122 حافظا وحافظة ليصل عدد الحفاظ التي احتفت بها من المؤسسة حتى الآن منذ السنوات الماضية أكثر من 228 حافظا وحافظة بفضل الله وكرمه في كتاب الله ثمرة طيبة للاهتمام بالإنسان البادل لوطنه الذي يعيش حالة استثنائية فبمثل هؤلاء ستبنى البلد فالقرآن الكريم يجعل كل شيء جميل الأرض والإنسان فهؤلاء الشباب والشابات يعظمونه في نفوسهم ويطبقونه في مجتمعاتهم بوسطية واعتدال وشرف حمل القرآن والعمل به لا يناله إلا أصحاب الهيمم العالية من يحبون خدمة أهلهم وبلادهم ويدافعون عنها ويبذلون من أجلها الوقت والمال والجهد والأرواح وهذا ما أثبتته الأيام كما تخلل المهرجان عرضا لمواهد وقدرات المنفنين للمؤسسة لينتهي بتكريم من اجتمع الكل من أجلهم برعاية وحضور محافظة محافظة رئيس المجلس المحلي وعدد كبير من المسؤولين وأولياء الأمور إننا اليوم في هذا البلد أمام عصابة إرهابية تنسب نفسها إلى القرآن الكريم إلا أنها من أشد الناس عداوة للقرآن وأهله ومؤسساته بما ترتكبه من هدم وتدمير للمساقد ودور للتحفيظ ودور لتحفيظ القرآن الكريم أذكر هؤلاء الحفاظ الأكارم بأن الهدف لا يقتصر على حفظ الآيات القرآنية بحسب رغم أهميته البالغة بل كذلك بالنية الخالصة والعزيمة النافذة على الإمعان والتدبر في آيات القرآن الكريم ينتهي إلى إدراك وتأثر وإلى عمل بعد ذلك وسلوك واقعي تراه الأعين وتدركه وتلمسه الأيدي وتدرك آثاره العقول أنها تجارة مع الله سبحانه وتعالى إنه الاستثمار الحقيقي الذي نتشرف بأن تحتضنه محافظة تعز اليوم نحن من بداية العام تقريباً يعني عندنا ما يقارك ستمائة وخمسين حافظ وحافظة لكتاب الله تم تخرجهم يعني خلال العام الفين واثلين وعشرين منطقة دبع عاشت اليوم فرحتها ثانية خلال أسبوع واحد فمع انتهاء فرحة عيد الله الحال مبارك أتت فرحة تخرج أكبر دفعة لمؤسسة الرسالة لتجدد الفرحة بالمنطقة بفضل أبنائهم وبناتهم الحفاظ محمد يوسف لقناة سهيل تعز نسرتنا انتهت وعود إلى أهم عنوينها اليمن ترحب بالبيان السعودي الأمريكي المشترك وتؤكد دعمها لأي إجراءات تردع التدخلات الإيرانية تقرير رسمي يؤكد تضرر أكثر من ثلاثة عشر ألف أسر نازحة في مأرب جراء سيون الأمطار للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت سهيل دوت نت على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام في أمان الله اشتركوا في القناة